ستكونين زوجتي عبارة قالها المراهق إمانويل ماكرون لأستاذة المسرح بريجيت ترونيو حين كان في السبعة عشرة من عمره وكانت هي حينها في الحدية والأربعين متزوجة وأم لثلاثة أولاد أحدهم أكبر من ماكرون بعامين وفي العام 2007 وفى بوعده وتزوجها بعد قصة حب تخطط كل العقبات والأسيام اعتراض والديه بسبب فارق السن بينهما الذي يزيد عن الأربعة وعشرين عاما بعد تأهل ماكرون إلى دورة الثانية من الصباق الرئاسي تصدرت سيرته مع زوجته عنوين الصحف والمجلات والقنوات المحلية والعربية والعالمية فشكلت صورهما وتفاصيل حياتهما مادة دسمة للإعلام بريجيت ترونيو التي تتحدر من عائلة برجوازية ومعروفة في الشمال الفرنسي بصناعة الشوكولات والحلويات تعتبر مع ابنتها تيفاني من أبرز مستشاري ماكرون في حملته الانتخابية رغم أنها عارضت بداية ترشحه للرئاسة بسبب صغر سنه ولكن المقربين منهما يؤكدون أنهما كان ليخوض هذه المغامرة لو لاها ماكرون قال في أحد التجمعات الانتخابية إذا أصبحت بريجيت السيدة الأولى ستكون دائما إلى جانبي وفي حياتي وهي بالفعل أصفت بأنها عيناه وأذناه وصلة الوصل بينه وبين المجتمع ودائما تتولى مراجعة خطاباته وتفنيد الصحفي واستقبال الصحفيين الذين يريدون مقابلته باختصار هي الطريق الأسرع للوصل